طيب انت الاهل ايه المتوقع اللي مفاجئة كولر الاهل انا متخيل بكولر حقا تغيير واحد فقط وانه هو مش بتاع مجاسفات انه حيبتدي بالشناوي يمين هاني حيلعب بالقلبين ياسر ورامي حيلعب شمال يعني عطية الله حيلعب في النص بامام عشور مروان عطية اكرم توفيق تمام حيقام من نفسه الهجوم ممكن بس الورق اللي حيلعب بيها طاهر محمد طاهر والله يبرافو عليك انا عايز اقولك انه هو مكان بيرستاو ايه مكان بيرستاو ويبدأ بيرستاو ورقة لان طاهر اولا بدأ يعلى جدا في المطشين الاخرين في الوقت اللي لعبه وهو مقتنع بيه عشان بيدافع كويس اتنين بيدافع كويس ثلاثة بيدغط على المهاجم كويس اعتقد انه كولر حيلعب بكرة ضغط عالي جدا على الزمالك عشان يربط الدفاع من الاول ويحرز هدف وبعدين ينظم صفوفو بعد كتا هو دايما كولر بيعمل حاجات غريبة في مطشاط الزمالك والاهلي بيعمل مفاجآت في التشكيل يعني مثلا تلاقي مثلا كريم ندفت ما بيلعبش خالص ده ما خدوش يجي مطش الاه ما عارف ما خدوش بس مطشاط اللي فاتت ايه تلاقي كريم ندفت فجأة بيلعب ايه فانت بتستغرب ايه كريم ندفت ليه بدأ بكريم ندفت غريب فهو دايما بس هو دايما بيلعب واحد ما بيهزش الفرقة كلها بس اعتقد ان قد يعني زمالك كده عامل تغييرين لا اول مرة بيلعبوا فيه بس هو تغييرين هي غزبا عنه لان فتوح طبعا مش موجود طبعا عنده ازمة وعنده ازمة في الباكليفت لكن وكان مشكلة ازمة عمر جابر ومحمد شحادة بكريت فبتبقى مشكلة لكن اعتقد ان قد يكون فيه تغيير تاني وهو مفاجأة وهو اشرف داري ما كان ياسر ابراهيم ممكن انا اعتقد اعتقد والله اعلم ان اشرف داري حيلعب وقت الضرورة اذا اضطر فقط لكن ان نلعب في المنطقة دي في المباراة زي دي يبقى ما عنديش منطق خاطئ هو كابتن كمان شوبير قال في الازعاء قال فيه مفاجأ قد يبدأ بافشة وانا اشك بصراحة يعني اشك انه يبدأ بافشة لان افشة بيبدأ تغييرها مهمة جدا الا اذا كانه يبتدي اخر المطش باول المطش اه يعني يعني يجيب الشواية بتاع الاخر في الاول تبقى في الاول اضغط برجلهم وبعدين نريح بقى